الزبداني في ريف دمشق الغربي تنفض غبار الحرب عنها تسعة أشهر مرت على تامين المدينة وطرد المسلحين منها بدلت مشاهد الدمار والخراب تدريجيا عادت الخدمات الأساسية وتكفل الأهالي بترميم منازلهم وممتلكاتهم تبدل كبير في المشهد محد الطريقة لعودة مئات العائلات بدأ العمل في الزبداني وبدأت البنى التحتية التي تخربت تعود وترميم منازل المواطنين أيضا هناك 1500 عائلة رجعت اليوم إلى المنطقة إلى الزبداني وهناك أيضا الآن من يراجعنا من العائلات الموجودة خارج حتى سوريا بلبنان وغير لبنان في دارية جنوب العاصمة السورية انطلقت ورشات تاهيل البنى التحتية مشروع طموح يمهد لعودة آلاف العائلات إلى بيوتها بعد طول انتظار ورشة عمل كبيرة في المدينة التي لا تبعد سوى مئات الأمتار عن حي المزة دمار في الدوائر الخدمية وردميات وأنقاض مباني واقع فرض البدة بإزالة الأنقاض وفتح الطرقات خطوات تريدها الحكومة السورية تمهيدا لعودة آلاف الأسر إلى بيوتها مؤسسات الدولة ستبشر في 2018 وهذا يؤهل إلى عودة حوالي 100 ألف 20 ألف عائلة إلى منطقة ومن ثم سيتم تأهيل المناطق المجاورة هذه المنطقة التي اخترناها هي منطقة أقل أضرار بالنسبة للبيوت ولكن البنى التحتية بالكامل مدمرة انجزت ورشات العمل فتح طرق رئيسية تعاقدات كبيرة مع شركات القطاع العام لتأهيل الكهرباء والاتصالات بالطرق نحن الآن نقوم بإعادة البناء التحتية نقوم بتنظيف الشوارع كما تشاهدون وقمنا بإعادة ترميم الهاتف والمستوصف والمركز الشريطة بدء الترتيبات لإعادة أهالي دارية إلى بيوتهم وإطلاق مشاريع إعادة إعمار المدينة يردان على اتهامات المعارضة الخارجية والدول الداعمة لها عن قطط تغيير ديمغرافي تهدد المدينة محمد الخضر من دارية في ريف دمشق الجنوبي الميادين